السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف أتكلم بسكل سريع ومختصر عن مواصبات الألمانيوم عندنا هنا عينات كيف أفرق بين الألماني الجيد والألماني الردي أول شيء السماكة كما نلاحظ هنا طبعا السماكة تكون مطلوبة على حسب أبعاد الشباكة حسب طوله كلما كان أطول وأكثر لازم تكون السماكة عالية لتحمل ولكن السماكة تبدأ أقل شيء 2 ملي حتى لو كان الشباك صغير ترتفع ممكن 2 ملي ونص ممكن 3 ملي إذا كان الشباك كبير عندنا هذه عينتين هذه عينة وهذه عينة طيب كما نلاحظ نقطة التقاء الألمانيوم هذا مع هذا يعني مستوى واحد كما لا تحط يدك مستوى واحد ولكن هنا هذا مستوى وهذا مستوى الشيء الثاني كما نلاحظ هذا ما يسكر بس هذا يسكر بسهولة كويس بس في فضاوة الشيء الثالث أو الرابع كما نلاحظ بسهولة الثالثة هذه تريق يعني في فضاوة بين الثالثة وبين المجرأ تريق أيضا كما نلاحظ المسافة من هنا إلى هنا غير متساوي أصغر من المسافة من هنا إلى هنا هذا هو الدكنيش وأيضا طالع هذا الطالع من هنا شوية بينما هذه العينة كما نلاحظ مليانة تشكر بشكل مضبوط جميع الحواف منتظمة جميع الأطراف أيضا أضافة إلى السبيسر أقلي شيء يكون ستة ملي لا تعتمد الأربعة وأقلي سمكة الزجاج ستة ملي المجموع يعني ستة زجاج سبيسر وستة الزجاج الثاني المجموع ثمانتعشر ملي شكرا